مبارات هولندا والسنغال خلصت 2-0 جاكوبو الموهبة الرائعة الموهبة الهولندية الكبيرة لعب اندهوفن اللعب اللي كل اندية اوروبا عايزينه تقريبا دلوقتي نسجل الهدف الاول في دقيقة 84 وكلس نسجل الهدف الثاني في دقيقة 90 بخطئين في منتهى السزاجة لميندي حارس السنغال ميندي حارس شلسي والمنتخب السنغالي افضل حارس في العالم العام الماضي بيغلط غلطتين يعني في منتهى السعوبة احنا كنا مستنيين مستنيين المنتخب السنغالي يكسب المباراة كان افضل من المنتخب الهولندي وقضع عديد من الفرص وحتى مع غياب ساد يومانيه السنغال كانت افضل النهاردة من المنتخب الهولندي ولكن حارس كبير زي مندي ضيع على فريقه اول ثلاث نقاط او على اقل نقطة واحدة من هذه المواجهة جاكوبو خد طبعا افضل لعب في المباراة وانا من اسبوع لو تفتكلمكم انا منتكلم عن الهولندي اقولت لكم انه ده هيبقى واحد من لعيبة النجوم النجوم في المنتخب الهولندي او كأس العالم بشكل عام في هذه البطولة لعب اندوبن الهولندي طيب نروح لارقام من مباراة هولندا والسنغال منتخب هولندا حق الفوز السابع على التوالي في مجموعات كأس العالم فقط البرازيل تمتلك سلسلة افضل من المنتخب الهولندي بتمن انتصارات على التوالي في المجموعات نكم هدف هولندا الثاني هو ثاني اكثر هدف متأخر فيه التوقيت اثناء وقت المباراة الاصلي بعدما سجل في الديئة 98.17 هولندا تحافظ على سجلها دون هزيمة بكل المباراة الافتتاحية طوال مشاركتها في كأس العالم ترجمة نانسي قنقر